اشتركوا في القناة عز وجل غفر لصاحبه برحمته سبحانه وتعالى وإن شاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى إلا الشرك فمن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار جميع الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل في أقوامهم كانوا يبدأون بالتوحيد الذبح قد يكون ابتغاء إطعام الضيف ونحو ذلك وقد يكون تقربا إلى الله عز وجل كما يفعل المسلم وفي نحوها من المناسك التي جاءت بها الشريعة الله عز وجل يقول فصل لربك وانحى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهذا صريح ملعون من ذبح لغيره شيخنا أول ظهور للشرك ظهر في قوم نوح طبعا هد القضية دي الأول ظهور للشرك كان في قوم نوح هذا لا سبيل لنا لمعرفته إلا عن طريق الوحيد لأن هذه الأمور ضاربة في عنق التاريخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدتاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بادئ دي بدء أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك نقدم لمشاهدي خدمة السعادة الطيبين المباركين حلقة جديدة وموضوعا جديدا مع ضيف جديد ببرنامجهم ضيف وقضية والضيف هذه المرة ضيف طيب مبارك عزيز على قلوبنا والله أسأل أن يجعله لقاء خير وبركة وعلم ورحمة أحبتنا المشاهدين الكرام من الآيات العظام في كتاب الله عز وجل آية تضع قدم المسلم على الجادة المستقيمة وترسم له منهجا قويما للسير إلى ربه ألا وهي قوله عز وجل فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الدكر هم العلماء وطلبة العلم الذين لا يستغنى عن سؤالهم والاسترشاد بهديهم وهم نارات يهتدى بها في الطريق إلى الله وتزداد الحاجة إلى الالتصاق بهم في زمننا هذا الذي صار فيه العلم إلى عفاء ودروس وعلى خفاء وطموس حتى أن الناظر في أحوال الناس لا يعجب من حال كثير منهم فالخلل ظاهر في عبادتهم وأخلاقهم بل الرزية كل الرزية في النقص الذي طال جناب التوحيد الذي هو أعظم واجب على العبيد والذي لا يغفر الله تعالى هتك أستاره وطمس أنواره وتركه فيه خطر عظيم على المرء في دنياه وآخرته من هذا الباب ونصحا للأمة واتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأمته تفاصيل التوحيد وتحذيرها من الشركيات صغيرها وكبيرها على مدار سنوات بعتته صلوات ربي وسلامه عليه يأتي هذا اللقاء مع شيخنا أبي يونس محمد الفرعني حفظه الله ومتع به ونفعنا بعلمه ففي جعبته الكثير والكثير مما تمس الحاجة إلى معرفته في أبواب العلم عموما وفي علم التوحيد خصوصا ولا أزكيه على الله فشيخنا من خير الفضلاء وحسب أن أقول أنه من خيار الدعاة الذين وفقوا وسددوا وكانوا جادين صادقين صابرين مستبرين محتسبين حاملين هم هذه الدعوة المباركة وما زاده تواضعه وعباراته الراقية المنتقات وطريقته في بسط الأمور إلا محبة وقبولا في قلوب متابعيه عامة وفي مدينتنا هذه خاصة ولا أدل على ذلك العدد الكبير الذي يحضر مجالسه ومحاضراته كلما شرفنا بزيارته استجابا لنداء إخوانه نصحا للأمة فجزى الله شيخنا المفضال خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويجري الخير على لسانه ونقول له حللتم أهلا ونزلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجعل الله أجر ما كابتتم من الصفر في ميزان حسناتكم آمين شيخنا الفاضل لا شك أن الشرك هو أعظم دنب وأشنع خطيئة ولا أدل على ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما حقيقة الشرك ومن الذي جعله بهذه الخطورة تفضل الشيخ أجزاكم الله خيرا وداركتكم وأسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يوفقنا في هذا اللقاء وفي غيره مما نأتي ونذر نبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه طبعا موضوع الشرك موضوع عظيم والله عز وجل ذكره في جمل من آياته الكريمة التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم وحذر منه أشد التحذير والشرك حقيقته هو أن يجعل العبد لله عز وجل ندًا وهو خلق هذا هو الشرك لذلك جميع الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإفراده من العبودية وطبعا الشرك له أسباب وله كبعات وله مظاهر قد يأتي في ثنايا الكلام الإشارة إلى بعضها لأن الإتيان على جميعها أمر متعذر إذن حقيقة الشرك هو أن يجعل العبد لله عز وجل ندًا أن يشرك معه غيره أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل أن يعظم المخلوق كتعظيمه للخالق أو فوق تعظيمه للخالق لأننا نرى أن من الناس من يعظم المخلوق أشد من تعظيمه للخالق سبحانه وتعالى والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك ولذلك جاء في الحديث أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك هذا في الحديث القدسي إذن حقيقة الشرك هي جعل الند مع الله عز وجل أن يساوي العبد الخالق بالمخلوق وطبعا ربنا عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المبدي هو المعيد هو المدبر هو المحي هو المميت إذن ربنا له هذه الصفات فلا يلقو أن نجعل معه عبدا فقيرا حقيرا محتاجا تجري عليه جميع الأعرض نحن نمرض ويصيبنا الفقر ويصيبنا الحزن والسنة والنوم وهذه كلها أعراض نقص والله عز وجل منزه عن ذلك إذن حقيقة الشرك هو أن يجعل العبد لله عز وجل ند والله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه وهو الذي يملك أمره سبحانه وتعالى قضية خطورة شرك لش كأن من تتبع نصوص القرآن والسنة فإنه لا يشك في ذلك لأن الخطر إنما يدل عليه الخبر فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن خطر الشرك وعاقبته الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فمن ارتد عن دينه ومن أشرك بربه عز وجل فإنه لا يكون له عصمة ولا تكون بينه وبين المسلم موالات ولا تكون بينه وبين المسلم أخوة لأن الأخوة حصارها الله عز وجل في الإيمان إنما المؤمنون إخوة ولش كأن هذا يخرج من لم يكن مؤمنا إذن من أراد أن يعرف خطورة الشرك فلينظر إلى ثماره في الدنيا وفي الآخرة من أشرك بالله عز وجل ليس له موالات ليس له محبة طبعا المحبة تتجزأ وهذه تفاصيل لن ندخل فيها ولكن المحبة التي تكون تامة من كل وجه إنما هي للمؤمن إنما هي للمؤمن فنحن نحب لله ونبغض في الله ونعطي لله ونمنع لله ومن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كفر بالله عز وجل فإنه تطلق منه امرأته إن كان متزوجا لا يرث منه ولده إن ترك خيرا ترك مالا لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى هذا أمر معروف إذن خطورة الشرك في الدنيا أمر معلوم ومرثوث ودلت عليه يعني نصوصه الكتاب والسنة أما في الآخرة فالأمر أشد وأشنا ويكفي ما ذكرتم من قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أي شرك ويغفر ما دون ذلك طبعا ما دون ذلك يدخل فيه جميع المعاصي كل ذنب كان من العبد فهو تحتمشئة الله عز وجل إن شاء ربنا عز وجل غفر لصاحبه برحمته سبحانه وتعالى وإن شاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى إلا الشرك فمن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا وإن أتى أكبر الكبائر دون الشرك فإنه تحتمشئة الله لا يجوز لمسلم أن يحكم عليه بخلود في النار حتى وإن استوجب دخول النار بقدر المعاصي والكبائر التي اقترفها فإنما آله إلى الجنة لأن من عقيدتنا التي أصلها العلماء أنه لا يخلد في النار موحد لا يخلد في النار موحد وإن أصابه ما أصابه في أول أمره ولذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر شأن التوحيد وفضله وفضل لا إله إلا الله فسئل وما تغني عنه هذه الكلمة يعني هذه الكلمة ماذا تغني عنه إن كان يفعل كذا ويفعل كذا ولا يعرف شيئا من أمور الدين فما تغني عنه هذه الكلمة قال تنفعه يوما من دهره تنفعه يوما من دهره يعني أنه ينتفع بالتوحيد ولا يحكم عليه بالخلود في النار لأنه مات موحدا لا يشرك بالله شيئا وهذا من رحمة الله عز وجل وهذا من فضل التوحيد لأن الأمر فيه نوع مقابلة فإذا ذكرنا خطر الشرك وعاقبته في الدنيا والآخرة فإننا نذكر ما يقابله من فضل التوحيد ولذلك يركز العلماء طبعا أعني علماء السنة الذين فهموا التوحيد على وجهه يركزون على أمر التوحيد ويحثون الناس عليه ويبدأون به كما بدأ به الأنبياء لأن الدعوة إذا لم يكن فيها هذا الشق العظيم ولم يكن معظما وبارزا فلا خير فيها بعض الناس يكتفي بالدعوة إلى الأخلاق الحسن وإلى المعاملة والسلوك والآداب وغير ذلك هذا أمر طيب وهو من صميم ديننا لكن لا بد من العناية بالتوحيد أولا لأن التوحيد تتفرع عنه هذه الأشياء ولا يغني شيء عن التوحيد والتوحيد ينفع صاحبه وإن أتى بشيء من التقصير ولغ في شيء من المعاصي إذن لا بد من معرفة هذا حتى يتبين خطر الشرك على الفرد وعلى المجتمعات لأن حتى المجتمعات تتأثر بالشرك لماذا أهلك الله عز وجل للقرى؟ لماذا أغرق يعني قوما بالطوفان؟ لماذا أرسل على قوم الجراد والقمل والضفادع؟ لماذا قلب على قوم قراءهم فجعل عاليها سافلها؟ كل ذلك بسبب الشرك إذن الشرك هو من أعظم أسباب العقوبات على الأفراد وعلى المجتمعات ولا يغرن لك ما نراه من التساهل في أمر التوحيد ومن التساهل في أمر الشرك والتحذير منه فهذا إنما يصدر ممن لم يفقه هذا المعنى ولم يوله الأهمية التي يستحقها إذن هذا ما يتيصر في الجواب عن سؤالك بارك الله وجانب الدعو لدى علماء السنة في بدئهم بالتوحيد هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو في بداية بعتده أهل مكة ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك الله فيك يعني مكة مدة يعني إقامته بمكة قبل أن تنزل الشرايا وهو يدعو قومه إلى التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلح وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا دعاء موته إلى التوحيد مع ما كانوا عليه منه الفجور والمعاصي قوم الوطن كانوا يأتون الذكران من العالمين لكن هذا لا يقوم لشركهم يعني أعظم من ذلك شركهم بالله عز وجل قوم الشعير كانوا يطففون الميزان ومع ذلك كانوا يشركون بالله عز وجل فتلك العقوبات التي ضرب الله عز وجل بها أقوام الأنبياء إنما أساس ذلك وسببه الرئيس هو الإشراك بالله عز وجل هو الإشراك بالله عز وجل إذن جميع الرئيس هو الإشراك بالله عز وجل بها أقوام الأنبياء تعبدونه فإنما تعبدونه بالباطل تعبدون أصنابا تعبدون إفكا تعبدون شجرا تعبدون شمسا قمرا كل هذه وإن كانت مخلوقات عظيمة وإن كانت في نظركم لها شيء من التأثير فالله عز وجل هو مدبر الكون كله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى والله عز وجل يغار ومن غيرته أنه لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى لعباده الكفر ويحب منهم أن يوحدوه وبهذا أرسل رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام ولذلك جميع العلماء الذين فهموا هذا المعنى يبدأون دعوتهم بالتوحي ولا يملون ولا يصيبهم في ذلك حرج ولا يصيبهم في ذلك شيء من الملل كما يصيب غيرهم من من لم يفقه هذه المعاني يعني يدعون إلى شيء يظنونه أمرا عظيما وقد يكون فيه شيء من الخير ولكن إذا لم يجدوا أتباعا فإنهم يغيرون لكن أهل العلم أهل التوحيد الذين يفهمون يثبتون على الدعوة إلى التوحيد لا يغيرون ولا يبدلون ويسألون الله عز وجل أن يثبتهم على هذا حتى يلقى ربهم عز وجل في الحقيقة شيخنا من وعى كلامكم واستشعر خطورة الشرك يتشوف إلى معرفة الأفعال والأقوال الشركية حتى يحضرها فلو ذكرتم شيئا منها وخصوصا أكثرها انتشارا وأشدها خطورة وطبعا قضية ذكر مظاهر الشرك المنتشرة في بلاد الإسلام طبعا لا يهمنا ما ينتشر في غيرها من البلاد وإنما يهمنا ما كان في بلاد الإسلام فهي كثيرة تند عن الحصر ولكن لا شك أن الإشارة إلى بعضها قد يحتاجه بعض الناس فعلى سبيل المثال دعاء غير الله عز وجل دعاء غير الله لأن الدعاء هو في الحقيقة تعظيم للمدعو هو تعظيم للمدعو أنت إذا دعوت شخصا أو عينا معينة وسألت هذا الشخص أن يعطيك أو أن يدفع عنك فإنما ذلك لحسن ظنك به وأنه قادر على ذلك وأنه يملك ويعطي ويمنع وهذه كلها أمور في الحقيقة إنما انفرض بها ربنا عز وجل فهو المحيي المميت هو المعطي المانع هو الرازق هو سبحانه وتعالى الذي يبتلي عباده بالحرمة فمن عرف أن الأمر كله لله عز وجل لاش كأنه لا يمكن أن يدعو غيره لا يمكن أن يدعو غيره لا يمكن أن يحلف بغير الله هذا أمر منتشر أيضا كثير من الناس إذا حلفوا حلفوا بغير الله وأيضا الحلف تعظيم للمحلوف به لماذا أحلف بشخص ما لأنه معظم عندي وعند مخاطبي يعني أنا مثلا كان أعظم وحد شخص وأنت كتعظمه فلكي أبرهن على صدقي فإنني أحلف به شوف ده بالناس ده بالكلام ديالهم الدارش يعني كي يقولك وحق صديف لان طيب لماذا يرجع إلى السيد فلان لأنه يعلم أن صاحبه يعظم فلانا يعني يعظم فإذا حلف بذلك صدقه لكن إذا حلف بالله لم يكن يصدقه وهذا من انقلاب الموازين فالأصل أنني إذا حلفت بالله وكنت من أهل الصدق ولم يعهد عني كذب فالأصل أننا معظم الله عز وجل جميعا إذن الحلف بغير الله منتشر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك من حلف بغير الله فقد أشرك وأيضا قضية الذبح لغير الله الذبح لغير الله طبعا الذبح قد يكون ابتغاء اللحم كما نذبح يعني للأنعام من أجل إطعام الضيف ونحو ذلك وقد يكون تقربا إلى الله عز وجل كما يفعل المسلم في الهدي وكما يفعله في الأضحى وفي نحوها من المناسك التي جاءت بها الشريعة الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر هذا عطف يعني صل لربك وانحر لربك اجعل صلاتك لله وأيضا اجعل نحرك لله سبحانه وتعالى والرسول صل الله عليه وسلم يقول وهذا صريح ملعون من ذبح لغير الله ملعون من ذبح لغير الله ولش كأن اللعنة هو الطرد من رحمة الله اللعنة هو الطرد من رحمة الله فأنا أتعجب من مسلم يسمع كلام الله ويسمع كلام الرسول صل الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتقرب بالذبح لغير الله لولي صالح أو يظن فيه الصلاح أو لشجر أو لعين ماء الآن في البوادي كدب حنسة العيون والآبار وهذه فيها تقرب إلى الجن الذين يعتقدون أنها تملك تلك المياه وتستحوذ عليها فإما أن ترسلها وإما أن تمسكها فيتقربون إلى ذلك الجن بالذبح وهذا من تزين الشيطان لبني الإنسان إذن المسلم إذا أراد أن يذبح فليذبح لله عز وجل هذا من مظاهر الشرك أيضا أن يذبح لغير الله وهذا كان معروفا عند المشركين الأوائد الذين كانوا يذبحون للنصب تلك الأصنان والأوثان التي كانت تنصب عند العرب وعند المشركين قبلهم لأنها انتقلت إلى العرب في وقت لاحق فكانوا يذبحون الذبائح وينذرون النذور وإضا النذر لا يكون إلا لله النذر لا يكون إلا لله ما معنى النذر؟ النذر هو أن تلزم نفسك بشيء لم تلزم به في أصل الشريعة لأن هناك من العبادات التي تلزم المسلمة في أصل الشريعة كالصلاة والصيان والحج والزكاة وغير ذلك وهناك أمور لا تلزم جميع الناس لكن من التزمها لزمته أي يجب أن يقوم بها لأن أنا الآن لا ألزم بشيء من النذر هذه العبادة لكن لو نذرت صار الوفاء بالنذر واجبا في حقي صار الوفاء بالنذر واجبا في حقي النذر طبعا له تفاصيل هناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد النذر المطلق هو أن يقول العبد لله علي أن أذبح كذا لله علي أن أصوم عددا من الأيام لله علي أن أتصدق بكذا وكذا دينار أو درهم هذا نذر مطلق لا يعلق على شيء لكن من علق نذره على حصول شيء كأن يقول نذرت لله عز وجل أن أتصدق بكذا أو أن أذبح كذا إلى نجح ولدي أو إذا رزقت بمولود أو إذا كان هذا نذر معلق فإذا وقع ما علقه عليه لازمه الوفاء بالنذر وإلا فلق وهذا نذر مكره هذا نذر مكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يتي بخير يعني لسى ذلك النذر هو الذي يغير الأقدار لا يتي بخير وإنما يستخرج به من البخير تصور رجلا بخيلا لا يكاد ينفق فلسل فإذا نذر أن يتصدق بكذا إن وفق لكذا فإن الله عز وجل إن وفقه ويصر له أمره فيستخرج منه ذلك المال يستخرج منه ذلك المال يعني النذر لا يتي بخير لا يغير من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخير إذن قضية دعاء غير الله من أشنع صور الشرك قضية النذر لغير الله أيضا الحلف بغير الله الزبح لغير الله الطواف بغير بيت الله لا يطاف بمكان على جهة التعبد إلا ببيت الله الحرام يحرم الطواف بمسجد شوف احتى الأمور المعظمة في الشرع المسجد الآن المسجد بيت الله ومع ذلك لا يجوز الطواف به الطواف خاص ببيت الله الحرام بمكة فمن أراد أن يطوف بالمسجد النبوي بالمدينة قلنا له هذا لا يجوز ومن أراد أن يطوف ببيت المقدس أسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي الغاصبين وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يسلم المستضعفين من المسلمين نعم اللهم آمين فهذه المساجد وإن كانت هي المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها ومع ذلك لا يجوز الطواف إلا لواحد منها وهو البيت الحارة والكاذب إذن الآن لو نظرنا إلى هذه المظاهر التي تنتشر في الأمة في بلادنا في المغرب في مصر في يعني كثير من الدول إلا ما كان من بعض دول الخليج التي سلمها الله عز وجل من هذه الآفات لو نظرنا إلى هذه القباب وهذه يعني المساجد التي بنيت على الموتى على الأولياء على الصالحين لرأينا أن ما يفعل فيها يضاهي به أهله ما يفعل في مناسك الحز سواء بسواء ومن تتبع ذلك وجده مطابقا تماما مطابقا بد هناك يسمينه بالحج آه يسمينه بالحج نحن عندنا أنا في المغرب واحد يقول حج المسكين نعم أصلا المسكين لا حج عليه لأن الحج إنما هو على الغني القادر قدرة بدنية وقدرة مادية أما المسكين لا يحج أصلا ولا يقدر على الحج وقد يعني عذرته الشريعة في ذلك إذن قضية المظاهر كان قضية الذبح معروف يذبحون لهذه يعني المشاهد يمشي عند هذا بل يصريحون يقول لك هاي يلو عدد يلك سيديفلان ويدبحوا الثور والبقرة والعنز والخروف والدجاج ولو قرب العبد بيضة ما كان له ذلك لأن الإهداء على جهة التعبد والغلو هذا أمر محرم وإن كان أمر يسير وقد علمتم حديث الدبابة وإن كان في إسناده مقال يعني الذي اعترض طريقه فقيل له قرب فقال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا قالوا قرب ما عند دوله قالوا قرب ولو دبابة فقرب دبابة فدخل النار والآخر امتنع عن ذلك امتنع عن تام لأنه كان يفقه التوحيد فقتلوه قتلوا فدخل الجنة فقضية المبدأ بيالتعظيم غير الله عز وجل على جهة العبادة قضية التعظيم يعني طبعا يتجزأ نحن نعظم كبراءنا ونعظم آباءنا ولكن تعظيما يلق بالمخلوق لكن التعظيم الذي لا يلق إلا بالخالق هذا مما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل إذا نش كلقوا الدبح لغير الله عز وجل كلقوا الطواف بذلك المقبور المعظم نجد الحلق طبعا المسلم إذا انتهى من نسو كيف إنه يحلق هؤلاء أيضا يحلقون نجد قضية سترة هذا يعني الآن معروف بأن الكعبة تستر تستر بثوب هؤلاء أيضا استرون هذه يعني التوابيت بأتواب خضراء وكذا طبعا اعتقادات إنه دخل في ذلك التصوف ودخلها طبعا هذه الفرق يعني كان لها إسهام خبيح في نشر هذه المظاهر وفي تثبيتها وفي إغواء الناس وتلميع صورتها ويغدقون عليها الأموال طائلة غريب الأصل في الناس أنهم ينهون عن الشرك وينهون عن مظاهره ويحولون دون انتشار هذا لكن هؤلاء يشجعون ويجدون من يشجعهم ومن يبين لهم فضل هذه المشاهد وأن من زارها ومن دعا يعني أصحابها فإنه يعني يصيبه كذا ومن الخير ويفتحه عليه وكذا والأذهب من ذلك أنها أصبحت كالعادات الواجبة في كثير من المدن القديمة والبوادي هذا انتشار الآن سبب هذا قضية انتشار الجهل هذه الأمة لا يراد لها أن تنظر في الأصول التي فيها النفع نحن إنما نعرف ديننا من كتاب ربنا وسبنة نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا حاول الناس أن يحرف لفظ القرآن فمستطعوا فعمدوا إلى تأويله تأويلا يخرجه عن معنى ويعود على أصله بالإبطال لأن من اللي جيت أولياء القرآن واحدة تأويل تسوّغ فيه الشرك الذي ما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب إلا لنبذي الشرك وما أرسل الرسل إلا لمحاربة الشرك فتأتي أنت و طبعا لست أنت يعني من يقوم بهذا الدور الخبيث فيسوّغ للناس أمر الشرك بل ويستدل لذلك من القرآن ويستدل لذلك من بعض المبهمات من السنة التي يؤوّلها تأويلا باطل ويحرفها على هواه لتخدمة يعني ما يريده فيبقى الناس في هذه الجهل الناس الآن حيل بينهم وبين العلم الشرعي ودفعوا إلى العلوم المادية الآن تجد الرجل المثقف الذي يقعد له ويقام ومع ذلك هو أمي في باب التوحيد أمي في باب التوحيد لا يفقه شيئا يعني له منصب وله وضع اجتماعي مريح وربما له يعني فراء ظاهر وله شهادات عليا يعني ليس الرجل غبيا وليس الرجل به قعود عن طلب العلم وليس به يعني فقد ذكاء لا أتشي كل جعل مفر ولكن العلم الشرعي زهد الناس زهد الناس العلم الشرعي زهد الناس يعني يعني قلونك العلم الشرعي لا نستفيد منه لماذا؟ لأنهم ربطوا العلوم بعائدتها الدنيوية يقولك أن إلا قريت هذا العلم ما ستفيد إلا قريت الطب هادي نولي طبيب إلا قريت الهندسة هادي نولي مهندس إلا قريت الاقتصاد هادي يصير عدي شركات وندير كذا وندير كذا يعني يصير لي شأن اجتماعي لكن إن قرأت القرآن وقرأت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفقعت في الدين طيب ما الذي استفيده؟ يعني استفيد أنك تعبد ربك لأن قضية العلم ها عبادة أنا حينما أقرأ القرآن وأسهر الليالي وأراجع وردي وأتدبر كلام ربي وأنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر في كتب العلماء هذا سبيل إلى الخير هذا سبيل إلى الرفع في الدنيا وفي الآخرة والمسكين لا يعرف أن هذا سبيل نجازي لا يعرف فلذلك يؤتى المسكين من هذه الثغر التي أبقاها خالية ليس فيها حراسة لذلك العلماء لا بد أن يقوموا بدورهم وبواجبهم في بيان هذا الأمر لأن وقتش وقعتش وسقوق العلماء علماء حينما يسكتون عن هذا وحينما يزهدون فيه هذا مشكل كين بعض الناس الذي يظن بأن قضية الشرك ليس له وجود في في الأرض الآن يلقى الشركة ما يبقى علاش لأنه هو يتصور أن الشركة هو ما يراه في تلك المسلسلات هو نصب تلك التماثيل والحمد لله ما كنش يا طيب كين في الدول شرق آسيا باقي عندهم باقي في اليابان باقي في الصين باقي في كوريا باقي الأصنام أصنام ها هو الآن أعظم أصنامهم بودا جسدوه في ذلك الصنم وينحتونه من من الذهب فما دونه تعظيما لشأنه وهو خسيس الناس يقول لك لحنا ما عندنا شهر شيء طيب ما هو الشرك إذا عرفنا حقيقته كما ذكرنا في أول اللقاء فإننا يعني منفر من جميع تلك المظاهر التي تتشكل وتختلف وتتنوع لكن حقيقتها واحدة وهو أن يعظم الرجل مخلوقا إما يعني فيه روح أو كوكبا أو قمرا أو غير ذلك يعظمه تعظيما لا يلقو إلا بالخالق سبحانه وتعالى نعم أمر هذه المظاهر الشركية وذكرها أمر مشوق فلو زدتم بسطا في هذا الموضوع خصوصا ونحن مقبلون على بعض المناسبات مثل الحج والدبح في عيد الأضحى وهناك بعض المظاهر التي لا يظن الناس أنها من المظاهر الشركية مثل هناك من يحتفظ بدم الدبيحة هناك من يعلق بعض أعضائها مثل مرارة مثلان هناك من يسرب ذلك الدم هناك من ينظر في الكتف ويقول بأنه يقرأ الغيب وهناك من يستعمل مثلا صفيحة حيوان درءا للعين ويعتقد في ذلك فلو زدتم هو أنا ذكرت قبل هذا بأن هذه المظاهر تند عن الحصن ويصعب استيعابها خصوصا في هذه الدقائق المعدودات لكن هذه المظاهر من فقه المعنى لأن الآن إيش ليه خصنا الآن خصنا نوضع واحد الميزان حينما نضع ميزانا يكون كالقاعدة فما وضعناه فيه فناسب تلك القاعدة كان من أهلها وما لم يناسب تلك القاعدة لم يكن من أهلها من لك نوضع واحد الميزان ونعرف الشرك وحقيقته يسهل علينا أن نعرف تلك المظاهر نجيب هذاك المظهر وكنقول ما حقيقته فإذا وضعته في هذه الخانة تبين بأنه من قبيل الشرك وإن قبلته هذه الخانة تبين بأنه لا يبأس به ولا حرج فيه طيب أنا في الحقيقة حينما أتكلم في هذا الموضوع لا أتهم فقط جهل الناس بل أحيانا أتهم عقولهم أقول بأن في عقولهم شيء لأن الإنسان يعني ترتبط أنسجته وخلاياه ولا ينفك بعضها عن بعض وقد يؤثر العمل على الفكر وقد يؤثر على المعتقد وقد يؤثر على العقل فيصير المرء كأنه لا عقل له لأن من يعتقد أن هذه الحدوة حدوة الحصان يعني الصفيحة صفيحة دي الحصان ولا الحمار ولا كده تدفع العين رحم الله شيخنا أبا يونس برياز إبراهيم رحمة واسعة مما كان يقوله في هذا المعنى قال لك هذه الصفيحة التي يقول الناس كدفع العين قال لك الحمار عن دوربعة وما نفعته الحمار عن دوربعة أنت إلا بدي تدرس صفيحة وحدها هو عن دوربعة ولم تنفعه في شي فهو يركب ويضرب ويجوع ويهان وينسب إلى البلادة لم ينتفع بذلك وأنت تدرس صفيحة ويقول بأنها تدفع العين والغريب كما قلت بأن الناس قد يكون هنا في مركز الاجتماع حينما ترى رجلا يركب سيارة فارهة رباعية الدفع ويعلق حذوة حصر فتقول سلام على العقول يعني هو بدل جهده واشترى تلك السيارة ويسرى الله أمره فيريد أن يدفع عنها أثر العين فيعلق حذوة حصر ببنى أغرب الأشياء الذي ينظر في الكتيف ويزعم بذلك أنه يطالع على الغيب والله عز وجل حسم الأمر لذلك إذا رجعنا إلى القرآن وفهمناه فهمنا صحيحا واسترشدنا بأقوال المفسرين الله عز وجل ماذا يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون يعني لا أحد يعلم الغيب عمار السماوات ملائكة وعمار الأرض لا أحد منهم يعلم الغيب وما يشعرون أيانا يبعثون متى نبعث؟ لا نشعر ولا نعرف كل ذلك أمر خفي لا نعرف ما يكون في غد الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته في يوم عيد وجد عند عائشة رضي الله عنها جاريتين تدففان يعني تدربنا بالدف وتغنيان بغناء بعث ما تقاولت به العرب يوم بعث هذه يعني معركة كانت بين بعض القبائل فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي أراد أن تفخر على الأخريات وفينا نبي من قبيلتنا فينا نبي يعلم ما في غدي قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين لا يعلم الغيب إلا الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب طيب إذا كان قد استقر في قلب المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر على الإطلاق وسيد المرسلين وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر في قصة الإفك المشهور وهو يأتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه ويقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بشيء استغفر الله يعني إن كان منك هذا الذي يذكره أهل الإفك من الوقوع في الفاحشة فاستغفر الله فالله غفور ورحيب طيب لو كان يعلم الغيب لا علم من أول أهلة بأنها بريئة فكانت تبكي بكاء مر رضي الله عنه حتى أنزل الله عز وجل براءتها من السماء إذن ربنا عز وجل تفرد بعلمي الغيب إذن لا يعلموا الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبي مرسل وهؤلاء الجاهلة يزعمون أنهم يعلمون الغيب كان من الأمور نذكرني الشيخ إبرياز إذن الله يرحمون سكين ويجدعي الرحمة ورحمة الله فائدة العلم وفائدة الخير هذا نحن نذكره وقد أفضاء إلى ما قدم سأل الله عز وجل أن يجعله من الفائزين جزاء ما كان يدعو إلى التوحيد وكان صلماً في التوحيد رحمة الله يعلم قال كان يذكر في بعض تسجيلاته هذه ما سمعتها منه مباشرة لكن في بعض تسجيلات أن رجلاً كان يزعبوا معرفة تلغي هذا الشيء كان عرفوا العرافيين الشوافين وكلام طبعاً حالتهم تدل على كذبهم حالتهم تدل على كذبهم هنا كان عندنا في مراقش واحدة صحة معروفة عالمياً من التراث العالمي صحة جاء ما عرفنا تجد فيها أصحاب يعني البهرجة والغناء والتمتيل ويعني كل شيء كل شيء فيها خليط كل واحد يعني حلقات تلهي الناس وكناً وتجد بعض الناس يجلسون جلسة تدل على ذلة أصحابها ويتقون حر الشمس بمظلة ثم يزعمون أنهم يعلمون الغيب فكيجي عندهم إنسان يقول لي تشوف لي وكان يعني يلعبون الورق الكارتاهم لعب الورق يديرها قوي بقيد مص يقول لي كذا وغادي يكون عندك وعندك نفس فجاء رجل إلى هؤلاء فقال له إن أريد أن أعرف ما خبأ لي في الغيب فقال له ما اسمك يعني بش هو يدير ذلك العزيمة دية لأخصي يعرف السمية قال لي أنت ما عرفت سميتي وتريد أن تطلع على الغيب هذا القضية سميتي هو غيب نسبي ليس غيبا مطلقا لأنني مثلا أنا قبل أن ألقاك ربما ما أعرف اسمك لكن فلان يعرف اسمك هذا كنت تسمى الغيب النسبي لا أعرف انتمائك لا أعرف بلدك ولكن هو موجود هذا المعرفة يعرفها كثير من الناس لكن هناك غيب مطلق استأثر الله به وهو ما يكون في الغد ما يكون بعد لحظاه يعني الآن نحن لا ندري ما يكون بعد لحظات حينما نقوم من هذا المجلس والله المستعد كان لدي سؤال ربما أجبتم عنه وهو ما السبين إلى اجتناب الشرك وتحقيق التوحيد هو قضية العلم هو قضية الاجتهاد في طلب العلم وتدبر القرآن وأخذه عن أهله الذين هم أهلوه على الحقيقة هذا الذي ينبغي تعلموا العلم ونعرفوا خطر الشرك نعم ونعرفوا فضل التوحيد فإذا فعلنا ذلك فإن هذا الأمر من أعظم أسباب اجتنابي الشرك والبعد عن مظاهر وصفتهم بالميزان آه ميزان ميزان حينما يكون عندي ميزان فإنني يعني أكون بحال ميزان ده ميزان ديال الشعر الشعراء عندهم العروض فيقطعون تلك الأبيات يعني العجز يعني الهدى والصدر وكيشوفوا ديك المستفعلون مستفعلون شيخانا أحسن الله إليكم أول ظهور للشرك ظهر في قوم نوح نعم بعد أن اتبعوا خطوات الشيطان فهل من مزيد بيان لمواقع إدىك وهل يمكن أن نستفيد من تلك الأحداث لمعرفة مكائد الشيطان حتى نكون على بصيرة منها طبعا هذه القضية الأول ظهور للشرك كان في قوم نوح هذا لا سبيل لنا لمعرفته إلا عن طريق الوحي لأن هذه الأمور ضاربة في عنق التاريخ الآن أنا أتعجب هذا يعني الشيء بالشيء يذكر يعني بعض من ينكر نصوص الشرعي التي وردت في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينكرون النصوص ثم هم يصدقون بأمور لا يدل عليها دليل من النقل ولا من العقل ولا من الحس ويقولك هذا حدث منذ آلاف السنين وبعضهم يجازك فيقول منذ ملايين السنين طيب ما علمك بهذا من الذي أخبارك هل أحيي إليك بذلك نحن إذا جئنا بشيء فإنما نأتي به من الكتاب أو السنة أو ما ذكره يعني الصحابة يعني من بضوابطه وبالشرطه كما كما هو معروف إذن بن عباس رضي الله عنه يروي البخاري في صحيح بعد البخاري الصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل آه بعد كتاب الله عز وجل وإن رغمت أنوف إن قضية الهجمة عن البخاري لا تخفى على أمثالكم لأن الهجوم دائما يكون على الرؤوس دائما على الرؤوس ده بشيء واحد يلا بغيت يتقتله فهذا يتضربه في رجلي ولا في رأس الرأس تستهدفوا الرأس مباشرة فيموت فالآن يستهدفون البخاري ويستهدفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني الذي هو بيان للقرآن لماذا يستهدفون الوحي الثاني حتى يبقى القرآن لأنهم لا يجرؤون لا يجرؤون على التعن في القرآن ولو فعلوا لن فضحوا وعرفهم الخاص والعام والذكي والباليد كل شيء سيعرفون على حقيقتهم فإذلك يقول لا القرآن محفوظ ولكن القرآن له تفسيرات وله تأويلات ولا تأولدي الفقهاء ولا تأولدي الكهانوت ولا تأولدي كذا لا نسلط عليه أفكارنا ونسلط عليه أذهاننا المريضة وفطارنا المعكوسة ثم نفسره للناس نقولهم هذا تفسيرته نزحم به تفسير السلف إذن البخاري يروي عن ابن عباس ابن عباس طبعا له مكان حتى كان يلقب بطرجمان القرآن طرجمان يعني كأن القرآن يعني إن كان يحتاج إلى ترجمان فهذا هو ترجمانه والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين فكان فقيا هو الذي يخبر بأن وهذا يذكره في قول الله عز وجل عن قوم نح ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعق ونسر يعني كانوا يتواصون بالتمسك بآلهتهم وعدم تركها هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نح رجال صالحون كانوا في قوم نح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم أنهم كانوا صالحين فلو نصبتم يعني نصبا وجعلتموها في مجالسهم فإذا رأيتموها كانت أعوان لكم على العباد لغا تشوف مثلاً هذا هو الصنم ديالي عوق وهذا ديالي وهذا ديال الود يعني غادي تشوفوا غادي تفكر لعبادة دياله فيكون ذلك أشوقة للعبادة وأعوانة للعبادة قال فلم تُعبد يعني الناس دا كسعت لأن الشيطان أصبح الله هذه من أمور اللي هي مهمة جداً الشيطان له نفس طويل لأن الله عز وجل أنظره إلى يوم البعث إحنا الآن ربما نبادر كنقول إحنا عندنا عام عاماين عشر سنقصنا كل شيء ندره بالزرباء أولا خاها الله بشوية عليه فدعاهم إلى نصب تلك التماثل ولم يأمرهم بعبادتهم حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم نسي العلم عُبيدته يعني جاء جيل طغى عليه الجهل ولم يعرف السبب الذي لأجله نصبت تلك التماثيل وأوحى إليهم الشياطن أنهم كانوا يمطرون بها فأُبيدته ما الذي نستفيده من هذا نستفيده منه كما ذكر العلماء قضية سد الذرائع سد الذرائع وذي قاعدة معروفة شرعية عند المالكية يعني عندهم أصل عظيم له سد الذرائع ما معنى سد الذرائع وأن كل وسيلة إلى محرم فينبغي أن نغلق بابها لأنها ستفضي بناء إلى المحرم الصريح كنت تقول لك هذه المسألة لم شفها الإنسان رغم يقع كذلك آس يذيب لاش منها القاعدة داريش أي باب كي يزيك منه الريح سدو ستاريح سدو ستاريح فلذلك من يتساهل في هذه البدايات فإنه يصطلي بنار النهايات المرة التي تعود عليه يعني الفساد وبالضرر عياذا بالله الله مستعب شيخنا يبدو أن الوقت داهمنا فلو بقي بعض الدقائق لو ذكرتم بعض أقسام أقسام الشرك كما فصل في ذلك العلماء هو طبعا الشرك لاش كأن الشرك يقسمه العلماء إلى شرك أكبر وهو المخرج من الملة وإلى شرك أصغر لأن الآن يعني حينما ذكرنا ذكرنا الأمر بعمومه وجملته ولم نذكر تفصيلا لأن المقام لا يقتضي ذلك وإنما ذلك يكون في أمور محررة يعني في التأليف في يعني الدروس المنهجية العقدية كلام لكن الآن نحن نتكلم بسبيل نريد به أن نوعي الناس الذين يصلهم هذا الكلام قضية الشرك الأصغر كالحالف بغير الله كالحالف بغير الله وطبعا هذا يجرني إلى أن أشير إشار لأن الآن مما يفعله بخبث أعداء التوحيد وأنهم يرمون كل من يدعو إلى التوحيد بأنه تكفيري يعني حينما نقول بأن هذا الشرك هذا الشرك كنتم كتكفر الأمة طبعا حينما نحكم على الفعل بأنه شرك وأنه كفر فنحن نحكم على الفعل لا نحكم على الفاعل ضرورة قد يكون مشركا وقد لا يكون لأن قضية الحكم على الأعيان هذا له أمر آخر الحكم على الأعيان لا بد فيه من انتفاء موانع وتحقق الشرط لأنه قد يكون هناك مانعا من قد يكون الإنسان جاهلا قد يكون مكرها الله عز وجل ماذا قال وهذا نزل في قصتي عمار بن ياسر رضي الله عنه لأن المشركين كانوا يعذبونه فما تركوه حتى نطق بكلمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبكي قال ما تركون يعني عذبوني وكذا حتى قلت فيك ما تكره قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان فأنزل الله عز وجل إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان هذا مستثنى إذن قد يكون الرجل مكرها على فعل الشيء وقد يكون الرجل جاهلا ونشأ في بادية بعيدا عن ذلك لكن شنوه الشرك الشرك هو أن يكون الرجل قد شرح صدره بالكفر يعلم أن هذا الشرك ومع ذلك يقول العلم يحذر ويبين له وطبعا العلم عند الله هل قامت عليه الحجة الرسالية هل انتفت عنه الشبهة ما بقي عنده شيء وإنما هو يكابر فهذا ليس شأننا وحتى قضية موضوع الحكم على الأعيان الآن ما عنده احتشي ثمارة ثمارة عملية لأن قديما كانوا إذا حكموا على الرجل بالكفر والردة أجروا عليه التبعات فإن مرأته تطلقه منه ولا يريثه قرابته لأنه لا يتوارث أهل ملتين الشبتة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الحكام تجري عليه والآن يعني الآن الله أعلم نحن نحكمه على الأمر نقوله هذا الشرك هذا الشرك أكبر وهذا الشرك أصغر فقط هذا الذي بأيدينا ونحذر الناس من الشرك أكبر ومن الشرك أصغر حتى من الشرك الألفات الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت هذا من الدقائق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ولكن واشهد الإنسان اللي يقول ما شاء الله وشئت يكفر يخرج معاني من الله لا يخرج ولكن هذا من الشرك الألفات هذا من الأدب مع الله عز وجل أن لا تقرن مع الله عز وجل غيره وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعطفوا بالواو لأن هذا يوهم الاشتراك والتسوية والله عز وجل فوق فوق كل مخلوق سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لن جزى الله فضلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الفاضلات المنورات نسأل الله تعالى أن تكون نوراً ونبراساً لإخواننا وزاداً لنقض الشرك وإقامة التوحيد ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع كما نسأله الاستزادة من الخير والتبات على الصراط المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه آمين وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خير وجزاكم أحسن الله